أهلا وسهلا فيك رفقاتنا لهالفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو أصدقائي رح نتعرف على طريقة طرد الأجهزة المتطفلة عنها على الراوتر أو طريقة طرد الأجهزة المخترقة للراوتر أو لشبكة الويرليس عنها كذلك الأمر أصدقائي رح نتعرف على طريقة كشف هاي الأجهزة ومعرفتها إضافة لذلك رح نتعرف على طريقة تحديد عدد معين من الأجهزة للاتصال بالراوتر دون غيرها حتى لو كان معهم الباسورد الخاص بالراوتر إذن أصدقائي لطرد الأجهزة المتصلة معي على الراوتر أنا بحاجة لتطبيقات للكشف عن هاي الأجهزة عندي تطبيقين واحد على جهاز الكمبيوتر وواحد على الجوال التطبيق الأول اللي على جهاز الكمبيوتر اسمه Wireless Network Witcher ببحث عنه بجوجل وباخذ أول نتيجة بحث بيفتح الموقع الخاص بالتطبيق بنزل لتحت وعن طريق هذا الرابط فين يحمل التطبيق لعندي على سطح المكتب بعد ما حملت التطبيق بينزل عندي بشكل مضغوط تفك الضغط عنه الأيقونة الخاصة فيه تأتي بهذا الشكل على شكل العين بضغط عليها ضغطين وبفتحها مثل ما أنا شايفين أصدقائي بعد ما فتحت البرنامج عطاني هاي الواجهة الخاصة فيه من تلقاء نفسه عمل بحث وأرجاني الأجهزة المتصلة على الراوتر طبعا واحد واحد عادة بيكون هو الـ IP الخاص بالراوتر وباقي الـ IPات هي الخاصة بالأجهزة المتصلة بلاحظ مثلا أنه في عندي هذا الجهاز أو هذا الجهاز هني مو من الأجهزة لأساسيات اللي موجودين عندي بالبيت إذن هذا الجهاز متطفل عندي على الشبكة وعطاني شغلة تسمى بالـ MAC Address هاي الأداة أو هذا الرقم اللي اسمه MAC Address هو رقم ثابت بشكل دائم على الجوال أو على الكمبيوتر تمام؟ اللي هو متطفل أو اللي متصل بشكل عام على الشبكة عندي عن طريق هذا الماك أدرس رح أحضره من الاتصال على الراوتر الخاص فيني هاي بالنسبة لجهاز الكمبيوتر أما بالنسبة لما عرفت الأجهزة المتصلة معي على الراوتر أو على شبكة الويرلس عن طريق الجوال بنزل تطبيق اسمه Fing وبدخل على التطبيق متل ما أنا شايفين فتح التطبيق بهذا الشكل وعطاني اسم الراوتر فوق أزوس تمام؟ اسم شبكة الويرلس المتصل فيها اسمه أزوس بقل له البحث عن الأجهزة ومنلاحظ أنه عطاني الأجهزة المتصلة بالراوتر منلاحظ أنه في عندي الراوتر رقم واحد واحد وعندي جهاز اسمه IT اللي هو اللابتوب اللي عم بشتغل عليه وعدة هواتف تاني إذن في هاتف من الهواتف متصل عندي على الشبكة وأنا بدي أحضره هذا الهاتف هو مخترق للويرلس اللي عندي كيف فيني أحصل على الماك أدرس الخاصة بهذا الجوال بضغط عليه وبنزل لتحت للأخير بلاحظ أنه في عندي شغلة اسمه تفاصيل الشبكة ومن ضمنها عنوان الماك تمام؟ إذن هذا الرقم اللي اسمه عنوان الماك هو اللي رح يخليني أحضر هذا الجهاز من عندي من على الراوتر وهلأ يا شباب بعد ما تعرفنا على طريقة الحصول على الماك أدرس الخاص بالجوال أو اللابتوب اللي مخترق لنا الشبكة كيف فينا نحضره على الراوتر طبعا أنا هلأ رح أشرح عن أكتر ثلاث راوترات معروفة اللي هي الأزوس التبي لينك الدي لينك طيب أنا عندي هذا الموبايل مخترق لي الشبكة رح أخذ الماك أدرس الخاص فيه أو لما بدي أكتبه بدي أكتبه مثل ما له مكتوب تماما فرضا هون عندي ثلاثة سي داش صفر خمسة بدون فراغات وبالأحرف الكبيرة تماما طيب رح أخذ هذا الماك أدرس ولسهولة رح أنسخ ونسخ ما رح أكتبه بشكل يدوي تمام؟ رح انتقل لعند الراوتر الخاص فيني اللي هو الأزوس بداية بنتقل بالإعدادات لعند أيقونة أو تبويب الويرلس داخل تبويب الويرلس عندي ويرلس ماك فلتر بنتقل عند تبويب الويرلس ماك فلتر بداخله رح لقي الباند الباند هي الشبكات اللي موجودة عندي على هذا الراوتر 2.4 و 5 جيجا هيرتس و 5 جيجا هيرتس 2 تمام؟ فيني أحضر الماك أدرس على الشبكات كلية أو على شبكة معينة هون عم يقلي إنابل ماك فلتر بعمل له يس تفعيل تمام؟ بيعطيني إما أكسيبت وإما ريجيكت الأكسيبت هي أني عين عدد من الماكات مسموح لها الاتصال بهذا الراوتر فقط أي جهاز إضافي لو معه الباسورد ما حيقدر يتصل ملاحظة مهمة جدا تمام شباب؟ إذن هذا الشيء اللي كنت عم بشرح عنه ببداية الفيديو أنه حدد عدد أجهزة للاتصال بالراوتر وأي جهاز آخر لو معه الباسورد الخاصة بالويرلس ما حيقدر يتصل أنا مبدئيا بدي أحضر جهاز معين إذن بعمل ريجيكت بجي بأخذ الماك آدرس وبوضعه بهذا المكان طبعا ملاحظة مهمة جدا أنه أنا هون بدال إشارات الناقص هاي بدي حط نقطين فوق بعض بهذا الشكل بأي راوتر تمام يا شباب ملاحظة مهمة جدا إذن نقطين فوق بعض بعد ما انتهيت بضغط على إشارة الزائدة اللي هون هي عبارة أد مثل ما أنا شايفين انضاف هذا الماك آدرس بحالة الريجيكت أو الطرد تمام؟ إذن طردت هذا الجهاز طبعا بعمل أبلاي ما ننسى أنه ما نعمل تطبيق إذن هلأ أنا هيك طردته لهذا الجهاز من الراوتر كليا أو مثل ما ذكرنا إذا بدي ضيف ماكات معينة إضافة تمام أنه فقط هدول الماكات يتصلوا بهذا الراوتر بكتبهم للماكات هون مثلا عندي جوالي جوال الوالد جوال العيلة كده بكتبهم كلهاتهم خمس ست موبايلات ولابتوبات بضيفهم بهذا المكان وبحيث أنه يصيروا فقط هدول الأجهزة اللي يتصلوا معي على الراوتر إذن انتهينا من التعريف بهذا الموضوع براوتر الأزوس وهلأ بنتقل عند راوتر الديلينك وطريقة حضر ماك آدرس على راوتر الديلينك أو إضافة عدة ماكات للاتصال بهذا الراوتر دون غيرها مثل ما أنا شايفين الواجهة الرئيسية بنتقل عند أدبانسد ومن ثم بنتقل عند تبويب ماك فلترينج بنفس الطريقة يا شباب منلاحظ أنه في عندي منسدلة هون عم يقلي تيرن ماك فلترينج أون أند ألاو يعني هدول مسمح لهم أنه يتصلوا بهذا الراوتر أو تيرن ماك فلترينج أون أند ديناي يعني أنه هدول معزولين أو مطرودين من الاتصال بهذا الراوتر إذن مثل ما ذكرت أنا بدي أطرد هلأ الماك آدرس اللي معي حطه بهذا المكان ومثل ما ذكرنا بدي حط نقطتين فوق بعض طبعا برجع بذكر أنه الماك آدرس لازم ينكتب بالشكل الصحيح اللي موجود بالبرنامج ومثل ما ذكرنا بالأحرف الكبيرة تماما كما هو مكتوب أو ظاهر عندي بعد ما كتبت الماك آدرس مثل ما هو بنزل لتحت وبعمل سيف سيتنج طبعا ملاحظة مهمة جدا هون ما هيتسيف عندي لأني عم باستخدم محاكي لراوتر بالتالي في بعض الإعدادات ما هتكون فعالة إذن هيك بكون أضفت فلتر لهالماك آدرس ومنعته من الاتصال بالراوتر أو العكس أني فيني حدد بعض الماكات للاتصال بهذا الراوتر حصرا فقط دون غيرهم وغيرهم لو كان معه الباسورد برجع تذكر ما هيقدر يتصل بهذا الراوتر وهلأ بنتقل يا شباب لطرية إضافة الماك فلتر أو عزل الماك فلتر داخل راوتر تيب لينك إذن بدخل على راوتر تيب لينك وبنتقل عند الانترفيس سيتاب ومن ثم لعند الويرلس بنزل لتحت بلاحظ أنه في عندي ويرلس ماك آدرس فلتر بختار الاكتف يعني تفعيل بلاحظ أنه في تحت مننا شغلة اسمها ألاو أو ديناي الدناي هي العزل أو الطرد الألاو هي السماح بهذا الراوتر بيسمح لي لتمنى أجهزة فقط بالاتصال بهذا الراوتر وباقي ما فيني يضيف أكتر من هيك يعني إذا إحنا كنا عشر أشخاص ما فيني أعمل فلتر لعشر أشخاص بهذا الراوتر طبعا هذا الراوتر الأكتر ما بيعني يعني صراحة لأنه من الفئة الاقتصادية طيب إذن أنا هلأ بدي أعزل رقم معين بعمل ديناي ومن ثم بوضع الماك آدرس بهذا المكان بدي أوضع واحد ثاني واحد ثالث وهكذا تمام إذن ما ننسى أنه يكونون أطفق بعضهم بين الأرقام والأحرف والأحرف هي بالأحرف الكبيرة تمام نعمل سيب بالتالي انضاف الماك آدرس بهذا المكان بحالة الديناي أو بضيفه بحالة الألاو اللي ذكرنا أنه بسمح لأجهزة معينة بالاتصال بهذا الراوتر فقط وغيرها لا يمكن الاتصال سنتقل لراوتر ثاني تيبي لينك ولكن بنموذج آخر أو بواجهة برمجة أخرى بعد ما دخلت عليها بنتقل عند الويرلس داخل تبويب الويرلس عندي ماك فلتر بنفس الطريقة ألاو ديناي ألاو ديناي إذن ديسابل أنه تعطيل الفلتر على الماك آدرس كليا بعمل ألاو أنه هدول بدي يضيفهم مثلا بعمل آد شايفين عندي هالماك آدرس هاد بعمل سيف أند أبلاي انضاف عندي بعمل ريموف من هون بعمل له ريموف تمام هاي بحالة الألاو أنه أنا عبضيفهم للماك آدرس عندي واسمح لهذه الأجهزة بالاتصال بعمل ديناي مثلا بدي يضيف ماك آدرس مثلا هاد بل له أبلاي هلأ هون بهذه الحالة مثلا أضيف لفئة الديناي أو المعزولين بهاي الطريقة يا شباب اتعلمنا على طريقة حضر أجهزة متصلة عندي على الراوتر بشكل دائم ولا يمكن أنه يرجع يقدر يتصل بهذا الراوتر تمام؟ أو طريقة استماح لأجهزة معينة بالاتصال بهذا الراوتر فقط وغيرها لا يمكن الاتصال حتى لو معه الباسورد ملاحظة مهمية جدا يا شباب البرمجة لازم تتم عن طريق كابل الشبكة أفضل شيء تتم البرمجة عن طريق كابل الشبكة إنشان ما يصير معك أي مشاكل عن طريق الويرليس شكرا لمتابعتكم أصدقائي وإلى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة تقنية عربية